اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لان طبعا تقدم اي دولة بيبدأ من رعاية زاوي الاحتجاجات الخاصة واي دولة المفروض ان هي تهتم بيهم وتعتني بيهم ابتداء من التعليم للتربية لحتى دمجهم في المجتمع وفي وسط الشارع وعلشان كده النهاردة احنا حابين نقدم لحضراتكم نصائح ورسائل مهمة جدا لرعاية الاطفال زاوي القدرات الخاصة واللي هيكون معانا النهاردة ومشرفنا في البرنامج الاستاذ الدكتور اهاب الببلاوي عميد كلية علوم الاعاقة جامعة الزاقزية برحب حضرتك اهلا بيك فنم دكتور النهاردة وبنسبة اليوم العالمي للأعاقة حابين ان حضرتك توجه رسالة مجتمعية سواء للمؤسسات او للدولة او لأي جهة فنبتدي الاول برسالة وهي اهم رسالة للأسرة اهلا وسهلا بيكو كل سنة وزاوي الهمم بألف خير بداية طبعا يعني في ظل احتفلنا باليوم العالمي لزاوي الاعاقة وبعد ما وصلنا لي في مصر هنا هوت في عشرين عشرين اكيد فيه تطور ملموس بالنسبة للفئة دي يعني مختلف تماما عن السنوات اللي فاتت فمن خلال رسائل قصيرة ممكن نوجهها لكل فئة من الفئات اللي بتتعامل مع الولاد زاوي الهمم بداية من الأسرة طبعا الأسرة احنا بنوجه لهم ثلاث رسائل اولا الرسالة الاولانية لابد ان ازاي نساعد الأسرة على انهم يواجهوا الضغوط اللي بتقابلهم في حياتهم طبعا الضغوط دي هي ضغوط معرفية وضغوط نفسية وضغوط اجتماعية وضغوط مادية لكن طبعا ازاي بحسوا عن ازاي يخففوا الضغوط دي لان هما بيمروا بمراحل المراحل دي بتبتدي من الصدمة والانكار والاكتئاب عشان نوصل لمرحلة التقابل بتمر بفترات كبيرة هما ما اقدروش يقدموا خدمة مميزة لأولادهم الا اذا يوصلوا لمرحلة التقابل دي الحاجة التانية لابد ان هما يعرفوا ان الولاد دول زيهم زي الاطفال الاخرين اللي موجودين في الأسرة محتاجين مننا ان احنا نعملهم بطريقة سوية يعني ما فيهاش لا نوع من التدليل ولا النبز ولا القصوى ولا الحماية الزي ده احيانا الايباء بيعتقدوا ان احنا لابد ان احنا نغلي في الولاد دول يعني بغلاف كده هو نبعدهم عن كل البيئة الخارجية عشان ما حدش يجرحهم واللبسهم عشان ما يتعبوش ونكتب لهم واجباتهم عشان ايديهم وا 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 طبعا ده كله خطأ لانه هو المفروض الولد في الاخر هيعتمد على نفسه فاحنا مطلوب مننا ان احنا نعلم الولد ازاي الاعتمادية الاستقلالية علشان نقدر نتخطى بالمراحل اللي بيمر بيها مش مطلوب ابدا ان احنا نعمله بتدليل او حماية زي ده او احيانا نبزه قصوة وا 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 لانه الولد ملوش زنب في كده الحاجة اللي بعد كده انه ازاي نثابر كأسرة على ان احنا مع الاخصائيين نفهم ازاي نساعد ولادنا محتاجين ان احنا نقرأ ازاي نساعد ولادنا محتاجين ان احنا والله لو ولد عنده اعاقة سماعية انه ليه ما نتعلمش لغة الاشارة عشان نعرف نتعامل معاه في البيت تخيالي حد ما يعني قاعد طول النهار محدش بيتجاوب معاه مو بيتعلم التخاطب او ازاي ان هو يترى تتكلم حسب نوع الاعقاء انا بتكلم هنا كمثال يعني انه طبعا احنا عندنا طرق كتير طريقة اللهوية وشفاهية ومش عارف ايه لكن اعنا مش بتكلم في ايه يعني مش عايز اتكلم في حاجة متخصصة قوي لكن احنا الاصد انه الدماء الاسكندانبية زي النرويج وفنلندا بيجبروا الاباء اللي عندهم طفل اصم انه يتعلموا لغة الاشارة الولد اللي عندهم كفيف لازم يتعلموا بريل يعني ده لازم انه يحدث ليه عشان نقدر نساعد عشان يكونوا حاسين انهم جزء من الاسرة نفسها لابد ان ده ينساحب كمان مش على الوالدين بس ده كمان على الاخوة كمان لابد انه يشعروا انه مفيش نوع من يعني عدم المرغوبية الاجتماعية لا ده هو بالعكس هو جدا ممكن يندمج في المجتمع مش بالضرورة انه يكون فيه اساءة لاخواته انه موجود في وسطيهم بالعكس جدا انه ممكن نطلع احسن ما فيهم ويكون احسن واحد في الاسرة هو الطفل ذو الهمم ده دكتور بالنسبة للمدارس فيه نظام الدمج طبعا احنا عندنا الدمج الاكاديمي والدمج الاجتماعي وطبعا فيه كذا نوع لانواع الدمج كذي مثلا دمج مكاني او دمج كلي او جنطي وهكذا ولكن في ظل هذا النظام الجميل ولكن فيه قصور انا يعني عن تجربتي الشخصية في المجال انا ما شفتش دمج على الارض فعايزة حضرتك توجه رسالة لكل المؤسسات التربوية اللي فيها اولادنا المدمجين طبعا انا يعني اولا بنثمن جدا ما وصلت اليه وزارة التربية والتعليم انه يحدث الدمج الشامل احنا يعني قبل 2017 ما كانش فيه دوات زي ما حضرتك عارف كان قاصر بس على الدمج المكاني ان احنا بنحط مجموعة فصول منفصلة عن الاولاد الاخرين وكما لو كان الولاد دول يعني فيه عزلة عن الباقي التلاميذ الاخرين وده كان عامل فجوة طبعا اي تغير في اي مجتمع بياخد وقته ده يعني التجربة بتاعتنا دي خدت وقته طويل جدا في امريكا عشان يحدث الدمج الشامل دوت القصد من اللي انا عايز اقوله انه مش هينجح الدمج الا ببرامج توعوية يعني انا قبل منزل ادمج في اي مدرسة من المدارس لابد ان انا اجيب افلام توعوية واجيب متخصصين يفهموا ادارة المدرسة والمدرسين والطلاب غير ذو الاعاقة اللي احنا بنطلق عليهم الاطفال العاديين مين الفئة اللي جاي لكم مين الولاد دول طب ايه خصائصهم طب نتعامل معهم ازاي مهانتي عمرك ما هتقدر يتتعامل مع حد بشكل طبيعي إلا ازا فهمتي لازم تفهمي خصائص الولد دا ايه على المستوى الاجتماعي والمعرفي والنفسي واللغوي والحركي علشان اعرف امكاناته يقدر يوصل لايه ونقدر نعمله لازم يعمله مواقف بينهم وبين بعض نحط فيها الولاد مع بعض ان ازاي يساعدوا بعض ازاي يبقى فيه نوع من التعليم بواسطة الاقران يعني كاستراتيجية من استراتيجيات التدريس ازاي نعمل حاجة اسمها دوائر الاصدقاء عندنا استراتيجيات في التربية خاصة كتير علشان نحقق الدمجة على الارض علشان نقدر نقول انه قدرنا ان احنا نغير الاتجاهات اللي موجودة في المدرسة نحو الولاد دول علشان وهم قاعدين يحسوا انه هم جزء مش مختلفين بالزبط فكرة التمييز علشان ما يحصلش تنمر ضدهم بعد كده ويلي تبقى فيه شدو كمان يا دكتور متخصصة معينة من وقالة الوزارة او من وزارة التربية والتعليم لان الاسف كل اولئي الامور بيشتقوا بيبعثوننا احنا نجيب الشدو على حصابنا وكمان ماشي مؤهل اكيد لانه هو اللي انا عارفه دلوقتي ان وزارة التربية والتعليم مع اليونسيف يحاول انه هم يدربوا معلم التعليم العام لكن في سبع محافظات لسه التجربة عشان يقولوا لهم ايه هي خصيص الولاد دول عشان يقدروا يتعاملوا معاهم باريحية او يقدروا يتعاملوا معاهم زم يتعاملوا مع الاولاد التانية هي طبعا الفكرة انه الولاد اللي موجودين في الفصول دي لازم يكون عدد الفصل كمان صغير مش كبير لانه 5% تطبق اكيد وماقدرش يحط اكتر من اعاقة في فصل واحد لانه طبعا ده هيعمل تشتت وجود عندنا كلية زي كلية علوم اعاقة وكلية زي الاحتياجات الخاصة وعندنا دلوقتي بيتخرج عدد من الناس المؤهلين على مستوى عالي جدا ليه ما يكونش فيه معلم للتربية الخاصة موجود مع معلم التعليم العام داخل الفصل اللي فيه الاطفال زي الاعاقة والتلاميذ زي الاعاقة ده فعلا هيحقق مرضود رائع لانه طبعا يعني اذا كنا عايزين ننجح الدمجة على الارض لازم تبقى فيه اجراءات على كل المستويات سواء كنا بنتكلم على العنصر البشري اللي هو بيتمثل في الادارة والمدرسين والتلاميذ او في المناهج الدراسية ويبيمثلها طبعا طرق التدريس والكتاب المدرسي والتقنيات التعليمية المستخدمة يعني هي منظومة لازم المنظومة دي تبقى مكتملة او اهم حاجات تفعيل يا دكتور بالظبط لازم ان نوفر لهم التقنيات غرف المصادر بالظبط ده طلباته ليه الأمور يعني احنا ده انا عارف انه هو بيحصل في مدارس في وجارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشكل كويس قوي يعني احنا عندنا في الجامعات دلوقتي القصة دي لا فيه على الارض خطوات محترمة بتحصل نتمنى يا دكتور ان شاء الله رب العالمين دكتور لما الاولاد زاوي الاحتياجات الخاصة بينزلوا الشارع او بيروحوا النادي او بيروحوا اي مكان عام بيقابلوا مشكلة في الشارع حتى الكبار بيقابلوا مشكلة في العمل اين رسالة لحضراتك تحب توجيها للمجتمع انا بقول للمجتمع احنا كلنا معرضين ان في اي وقت من الاوقات يحصل لنا اعقب احنا يعني فكرة ان احنا يبقى فيه تمييز حد عن حد دي فكرة صعبة جدا لو احنا حطينا نفسنا مكان الشخص الاخر هنشعر قد ايه بمدى المعاناة النفسية اللي بيعاني منها الشخص ده عشان ننجح الولاد دول عشان يحسوا ان هم جزء من نسيج المجتمع ده لازم نعدل اتجاهاتنا لانه طول ما فيه اتجاهات سلبية نحو الاولاد دول طول ما انا مثلا ماشي بابني وساعة ما اشوف حد من ذاوي الهمم اروح شد واقول له اوعى تلعب معاهم انا بأسر رسالة سلبية جدا للطفلي لانه الطفل فيه رهبة كمان من الولاد بعد كده مش هيقدر يتعامل معاه انما لو احنا قدرت ان انا يعني استوعب انه احنا فيه اختلاف وربنا سبحانه وتعالى هو اللي اراد الاختلاف ده ومش معنى انه هو مختلف انه هو اقل مني بالعكس ده فيه اولاد مميزين جدا منه حتى لو ما كانش مميز ده يعني سبحان الله وخلقنا بعضكم في بعض درجات يعني ده معناه ان احنا كلنا محتاجين لبعض انه ان احنا يعني لازم ياخد فرصتهم كأناس في المجتمع له حقهم وعليهم واجبات ولهم حقوق بالضبط لان هما لو احنا بنتكلم على تكافؤ الفرص وبنتكلم على ان احنا ضد التمييز وضد التنمر ما هو ده نوع من التنمر لما انا اتعامل سلبيا مع الاخر التنمر ممكن يبقى في نظرة ممكن يبقى في لفظ مش بالضرورة ان يكون ضرب واستخدام للأيدي لا بالعكس ده ممكن يبقى وقع الكلمة والنظرة اصعب كتير جدا من وقع الاعتداءات البدنية فاحنا بناشر المجتمع من منبرج ده انه لازم لازم ان احنا يعني يريد نغير نظرتنا لزاوي الهمم لانه جدا مختلفين دلوقتي جدا لما الولاد دول يعني بنيديهم فرصة بيبقوا حاجة رائعة جدا جدا احنا بنشوف النمازل دي في الجامعات بننبهر يعني بيتفوقوا على الاولاد العديد بالضبط دكتور فعو جالة عشان من وقت البرنامج قرب يخلص ايه الرسالة حدثت تحب توجيهها لقيادات السياسية والوزرات سريعا في نص دقيقة اولا احنا بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جدا على المجهود اللي بازل فيه الفترة الاخيرة والاتاحة اللي عملها لذوي الهمم اللي لو لاها مكان اهتمام باقي مؤسسات الدولة بدأ احنا يعني تخصيص عام 2018 لذوي الهمم او ذوي الاعاقة صلت الضوء على الفئة دي التشريع اللي طلع في 2018 لأول مرة في مصر اللي ذوي الاعاقة ده مكانش موجود اللي حتى تنفيذية لما صدرت في 19-20 ده مكانش موجود الاهتمام بانشاء مراكز تقدر تساعدهم وخدمات تقدر يقدروا من خلالها انهم يكونوا جزء من المجتمع ده كله انعكس على باقي الممسسات المجتمعية ده اللي خلى يعني وزارة زي التضامن تبتدي تطلع كرنيهات للولاد اللي هي الخدمات الشاملة اللي خلى وزارة التربية والتعليم تعمل الدمج الشامل اللي خلى التعليم العالي يبتدى يقبل الولاد زوي الاعاقة بعدات كبيرة في التعليم العام اعتقد ان كل دلوقتي مؤسسات الدولة بكافة اطيافها اصبحت فعلا في خدمة الولاد زوي الهمم وده طبعا شيء طيب جدا لكن طبعا احنا بنطمع في المزيد ان شاء الله رب العالمين ويكون اللي جاي احسن بإذن الله ان شاء الله طبعا دكتور حضرتك نورتنا في البنامج واستفدنا كتير من كلام حضرتك استاذ دكتور اهابي الببلاوي عميد كلية علوم الاعاقة راح نجد شرفتنا جدا ان شاء الله يكون في حلقات كتير مع حضرتك ان شاء الله اهلا بك فانم اهلا بك